صباح الخير النهاردة انا صحي عيانة جدا 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 اه امبارح الولاد عايزين يتعشوا فكان عندنا بيرجر بالتوابل العربية ورغم ان انا ما اكلتش منه لاني برضو خفت من موضوع التوابل ده مجرد بس اني حمرته لهم الريحة والدخان اللي طالع من البرجر بالتوابل عمالي رد فعل فضيع 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 الناس اللي عندها مشاكل في جهازها المناعي احيانا جسمنا بيري اكت لحاجات غريبة جدا ممكن تبقى عادية خالص وبالنسبة للناس التانية عادية خالص لكن ممكن بالنسبة لنا تبقى دزاسترز زي ما بيقوله يعني كارثية فبصراحة انا ما كنش هصور اي حاجة بس فكرت وقلت لا انا ملتزمة لمدة شهر ان انا لازم احط فيديو كل يوم بداية جديدة فيعني لازم احطه بقى باي شكل من الاشكال وده خلاني حسيت ان ده كان التزام كبير علي انا دايما اقول لكم خدوا بالكم من الالتزامات والاولويات انا كانت تجربة عايزة اعملها وفكرت فيها وكانت تجربة حلوة جدا ولازلت مكملة فيها لكن هل بقى حقدر اعملها بعد كده واستمر عليها مش عارف لسه ما اخدتش القرار النهاردة حيكون اي اوبنر يعني هيفتح انايا لمدى هذه التجربة خاصة كمان احنا مسافرين كمان كم يوم فده برضو يعني ايه برضو يعني حيستدعي ان انا افكر اوي 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 في هذه التجربة في ان انا اوسق حياتي ويومي في كذا فكرة في الدماغي الفكرة الاولانية ان انا لما احيانا بعمل ادات انج للفيديوهات بتاعتي بفكر اقول ايه ده الناس ممكن تلاقيها مملة اليوم بتشربي قهوة بتقري بتصلي بتروحي الشغل بترجعي بتروحي بتطبخي بتعودي شوية بتنظفي ممكن في الويك اندي يبقى فيه خروجة ممكن في وسط الاسبوع يبقى فيه خروجة حاجة كده وبعدين قلت الله طب ما هو ده طبيعة الحياة ان احنا كل يوم بنعمل نفس الاعمال اللي هي بتزبط حياتنا وبتزبط حياتنا الملل بقى بيجي منين لان انا وانا بتفرج عليها قلت يمكن ناس تحس بالملل ايه دي حياتها مفيهاش حاجة لكن بالنسبة لي انا ما كنتش حاسة بالملل ليه لان كل حاجة من الحاجات اللي انا بعملها يا اما حاجة مهمة وانا حاسة باهميتها وانا لازم تتعامل او حاجة بتسعدني يعني مثلا القراية قعدتي مع الولاد ده شيء بيسعدني لكن عشان اطبخ عشان انضف البيت عشان اروح شغلي عشان اشوف نفس الناس عشان اتكلم في نفس المشاكل ما هي دي الحاجات المهمة اللي بتكون حياتي وكل الناس بتشتكي من الروتين رايحين الشغل رجعين من الشغل بنشوف نفس الناس بنشوف نفس جوازاتنا بنروح البيت لنفس الخناعات بنعمل ايه كمان ده بس زمان قوي كنت كعمل فيديو كان اسمه صباح الملل صدقتي اتصلت بيا واول حاجة بقول لها صباح الخير ردت علي وقيت لي صباح الملل فعملت فيديو يمكن دقيقة او شوية عنه انا دايما مؤمنة ان الاحاسيس السلبية مهمة جدا جدا في حياتنا زي الالم بالضبط ما هو احنا لو ما حسناش بالالم مش هنعرف ان المكان ده فيه مشكلة ان جسمنا فيه مشكلة زي الرياكشن اللي حصل لي مبارح الالم كان غير محتمل لدرجة ان انا يعني اطريت اخد يعني دواء باخده في الحالات الشديدة قوي على رأيي الاصري لكن نبهني ان فيه حاجة غلط فيه بخدي بالك المركة دي او النوع ده ما تجيبيهوش او لو جبتيه خلي الولاد هم اللي يعملوا ما تعمليهوش ما تشميهوش الكلام ده كله الملل في حياتنا بييجي من ايه؟ بييجي من ان احنا بنعمل حاجة مش حاسين باهميتها او بنعمل حاجة مش ممتعة لنا فده يخلينا نقسم الانشيطة حياتنا لقسمين حاجة احنا بنستمتع ان احنا نعملها فبنعملها عن طيب خاطر وبحب لان احنا مستمتعين بيها وحاجة بنعملها عشان عارفين انها مهمة فاهميتها بتدينا احساس او بتدينا دافع ان احنا لا لازم نعملها لازم اطبخ للولاد مش عشان انا بحب الطبخ ممكن صديقتي او جارتي اللي في الشقة اللي جنب مني تكون بتطبخ عشان هي بتحب الطبخ وانا بطبخ عشان حاسة باهمية ده لحياتي وحياة اسرتي احنا الاتنين بنعمل نفس النشاط كل يوم كل يوم كل يوم ولكن الدافع هنا مختلف هنا اتدافع انها بتستمتع بهذا النشاط وهنا اتدافع ان انا حاسة باهمية هذا النشاط فلازم يتعمل فلما الواحد يحس باحساس الملل ده ده دي فرصة فرصة ان احنا نعمل جرد لانشطة حياتنا ونشوف ونصنفها هل هو نشاط مهم ولا نشاط ممتع ولا له مهم ولاه ممتع لو هو نشاط لا يقع تحت الحاجتين دول انه هو لا مهم ولا بنحس بالمتعة وبنحبه خلاص ذكرت بلانش ان لازم هذا النشاط يتشال مش لازم نعمله مش لازم نخليه جزء من حياتنا اليومية ولكن اذا كان نشاط احنا بنحب نعمله ادعوكم للتمسك بيه وادعوكم ان انتوا تخلوه موجود من ضمن روتين حياتكم حاجة بسيطة قوي زي كوباية القهوة الصبح انا دي باشربها لما يهدى الدنيا والولاد يروحوا المدارس وبتبقى كأنها اشارة يعني عارفين زي جرس المدرسة كده اشارة لبدء سايكل في اليوم جديدة كورنر معين مكان معين باشرب بعمل فيه حاجات معينة دي اللي هي بتعمل الارضية الفرشة بقى بتاعت اليوم ده نشاط ممتع لي انا بحبه عشان كده حريصا يكون موجود كل يوم كل يوم كل يوم فيه انشطة ممكن نكون بنحبها نحب نعملها ولكن النتيجة بتاعتها سيئة يبقى واحنا بنفكر في الانشطة الممتعة لينا اللي بنحبها نفكر في تأثيرها انا بحب مثلا اكلم حد مثلا معين بس عارفة ان انا لو اتصلت بهذه الانسانة الصديقة انا بحبها وبحب كلامها انها بتسترسل في الحوار والمكالمة بتبقى طويلة ومش بقدر ان انا اسيطر على المكالمة فدي مش هكلمها كل يوم لان كده معناه ان انا مستغنية عن ساعة ساعة ونص من يومي في مكالمة بعمل ايه؟ بجدولها على فترات ابعد شوية ولما بجدولها بكلمها اقول لها انا قدامي عشر دقايق وراحة في حاجة او هعمل حاجة ودي الحقيقة انها على طول فيه انشطة ورا بعض فحبت اسلم عليك في العشر دقايق دول فبتبقى هي عارفة ومرتبة ذهنها ان هي مش هتقدر تسترسل في الكلام احيانا ببقى مثلا يوم ويك اند والجو وحش ومش هنخرج ومش هنعمل اي حاجة وفيه فترات في اليوم كل واحد فينا الواحده بيعمل حاجة مع نفسه خلاص اه دي فرصة بقى اكلمها واحكي معاها ونسترسل ونسهب وننبسط في الكلام الطويل بتاعنا فيه انشطة ضررها اكبر بكتير حاجات بنستمتع بيها لكن للأسف ضررها اكبر بكتير والمثل اللي جه في دماغي هو مثلا الفرج على الافلام الاباحية تلاقي الشباب والرجالة بيدمنوا هذا الفعل القميء الوحش اللي فكرني لما النبي يا ساتو السلام راح النار ولقى ان فيه ناس سايبين اللحم السليم الكويس وقاعدين عمانين ياكلوا من اللحم العفن اللي انت بتعمله ده وان انت قاعد عمال تاكل لحمة معفنة لحمة عفنة لحمة وحشة وبتأثر عليك تأثير وحش انت بتستمتع باللحظات دي اللي بتسرقها وانت رايح في السر سايب براتك نايمة ومش عارف ايه او قافل باب القوضة عليك واعمل حسابك ان باباك او مامتك ما يدخلوش عليك لكن بتأثر تأثير وحش جدا اسمعوا الدكاترا اسمعوا الدكاترا وهم بيتكلموا على تأثير الفرجة على الحاجات دي على مخ الناس بتوضع في قدرتهم بتسوق علاقتهم بتعمل لهم نشاط كيميائي في دماغهم زي الادمان بالزبط ما في حد هيسر عربيت حد فلما نفكر في الانشطة اللي بنعملها على مدار يومنا نفكر ايه النتيجة نتيجة هذا الفعل هل بيمتعني او بيعمل نتيجة مهمة لحياتي وحياة اسرتي وحياة اللي حوالي لما نغير نظرتنا اللي بنعمله في يومنا هنقدر نحارب الملل ونحاربه اكتر كمان ان احنا نجدول على فترات انشطة وحاجات ممتعة ظريفة تكسر روتين الحياة عشان كده انا ليه مثلا الويكيند ده باهتم بيه جدا جدا زي وزي اي يوم من ايام الاسبوع ببقى حريصة ان لو الجو يسمح ان احنا نخرج ولو حتى نتمشي حوالينا احيانا بنروح جنينا مش عشان نفرش ونقعد ونعمل والكلام ده هو يعني عايزة اقولوكم يكوين تتحكوا علي ان احنا اخدنا اربع ساندويتشات ولا بقى اخدنا ترمس ومش عارف ايه وبتاع يعني دايما انا استعجب ليه نكالك على الامور يا جماعة ليه اربع ساندويتشات وازايز الميا بتاعتنا في شانطة كده حتى يعني لدرجة ان انا قلت لهم خلينا ناخدها في شانطة بلاستيك عشان لما ناكل ونلمي فيها الزبالة بتاعتنا ونرميها في الباسكت ونبقى فاضلين كده ما فيش حاجة ايه لشايلنها في ادينا وتمشينا وروحنا الجنينة واقعدنا نتمشى رايحين جايين واقعدنا شوية وانا كنت واخد كتاب من الكتب بتاعتي وجوزي واخد التابلت بتاعته اللي بيقرأ عليها والولاد واخدين جيمز بيلعبوا بيها وقضينا بالزبط المشوار ما اخدش من اول ما نزلنا من البيت لغاية ما رجعنا ما اخدش تلات ساعات تلات ساعات على مدار اليوم يا دوبك رحنا اتمشينا قعدنا حكينا كل واحد عمل حاجة من اللي هو بيحبها اكلنا السندوتشات بتاعتنا شربنا ازايز المية بتاعتنا رمينا الزبالة بتاعتنا في الباسكت ورجعنا البيت لا بقى عملنا بقى مشوار ولا تجهيزات ولا حاجات حتى ما اخدناش حاجة نفرش هنوض عليها ودي على فكرة مش مرة وخلاص احنا بنعمل الموضوع ده كتير ان احنا احيانا عادي مثلا نجيب بيزا جيبنا واحدة بيزا عادي كلنا كلكم بتطلبوا بيزا في البيت مهما كان مستواكم المادي فيه ناس احيانا تقول لي احنا ناس على قدنا احنا مش عارف ايه انا عارفة ان فيه مستويات متفوتة من الناس اللي بتسمعني لكن انا عارفة برضو متأكدة ان فيه ناس بتشتري اكلة من برا وان فيه ناس بتشتري سندوتشات من برا وزي ما انا اقول لكم كل برغوطة على قد دمه وزي ما فيه سندوتش ابو اه اه ما عارفش بقى 25 جنيه فيه سندوتش ابو 2 جنيه ونص فيه سندوتش ابو 250 جنيه اه فيه ممكن تدخلوا مطاعم وتطلبوا سندوتش ويبقى تكلفتهم 250 جنيه عادي كده على قد امكانياتنا وعلى قد ما هو متاح لنا بدون من كلكع الامور كان فيه واحدة تعرفت عليها وصدقتنا وما استمرتش كانت دايما تقول لي انت حالمة بتحسسيني كده ان انت طيرة في السحاب فقلت لها لأ غلط لأ حكمك علي غلط انا براكتكال انا عملية عملية جدا 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 ومش عيب ان انا ابقى حالمة بالعكس ده انا لازم اكون حالمة لان احلامي دي هي اللي بتديني افكار ان انا احسن حياتي وان انا اطور حياتي فكروا في احلامكم حتى احلامكم القديمة خالص خالص كان نفسكم في ايه وعملوه وحققوه حققوه بامكانياتكم الحالية حققوه بواقعكم الحالية مش لازم كل حاجة تبقى فانسي وكبيرة وعظيمة وغلية كل واحد على حسب امكانياته المتاحة نرجع تاني الموضوع الملل صباح الملل انا هسمي حتى الحلقة دي برضو صباح الملل مع ان فيه قبل كده متسمي ايه برضو فيديو اسمه كده لان وانس ان احنا حسينا بالملل معناه ان بطارياتنا محتاجة تشحن نشحن بطارياتنا ازاي كل واحد له اسلوبه وله طريقته بس لازم كل واحد يفكر ايه الحاجات اللي بتسعدني احاول اعملها نروح مكان جديد يا جماعة اي دولة اي دولة في العالم فيها اماكن كتير ممكن تتراح فيه اماكن حلوة جدا جدا في مصر وفي المغرب انا فاكرة في المغرب لان انا زورت المغرب اصدقائي لو في المغرب انا رحت فاس والرباط والدار البيضة بسبعا فاس ومراكش فاس كت من احلى الاماكن اللي انا رحتها وطاكسي صغير وطاكسي كبير ورحت كمان قرية سيدي عقوبي وحامس سيدي عقوبي كل بلد احنا يوم ما كنا رايحين هذه القرية اللي على جبل على تلة كانت الناس عادية خالص ورايحين اللي رايح يزور اهله وعادت اتكلم معاهم طبعا وفيه في اللغة يعني كانت تجربة لذيذة قوي ان انا اتكلم معاهم بالفرنساوي المضعضع بتاعي كان اسهل لي من ان انا اتكلم لغة عربية بس هما كانوا انا اتكلمت مع كذا حد وكان فيه حاجات زريفة جدا يكلموني لغة عربية فصحة يعني دي اللغة اللي احنا نقدر نتفاهم بها كله انا اتكلم معاهم لغة عربية فصحة يا اما يقلبوا مصري كان فيه واحدة قاعدة جنبي في العربية اللي اركبناها عشان نروح الحامة دي حامة يعني سبا او حمام عندنا من موقف عربيات ده اللي هول نسق يعني لما بتحب نروح مكان بنحب نستخدم المواصلات العامة في المكان ده فهي كانت راحة تزور اهلها في القرية دي وقعدت كلمتني وقعدت قالتلي على التاريخ بتاع الحامة دي وانهم كانوا بيروحوا يعني يتوسلوا بسيدي عقوبي زي ما بنتوسل عندنا بقول يا الله الصالحين والكلام ده فقلبت مصري وهي بتتكلم معايا فبتقولي انت اول مصري انا هكلمها فبقول لها بس انت بتكلميني قالتلي الافلام بتاعتكو الافلام والمسلسلات والحاجات دي المهم نرجع تاني للفكرة اللي انا كنت بقولها شوفوا في ايه اماكن جديدة في اماكن حلوة قوي وسهل جدا ان انتوا تعرفوا مستوى اسعار كل مكان وسعر التذاكر الانترنت بقت مصدر رهيب للمعلومات دوري ودعبسي على مكان جديد تغذي الولاد فيه وحتلاقي فيه ناس كتبة راحوا الاماكن دي فكتبين لما رحنا المكان دو كان فيه مشكلة ما كان فيه كذا كان فيه كذا والانشاطة دي مش لازم تبقى كتير 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 لان دي في حد ذاتها محتاجة ميزانية فنحاول نكسر الملل نحاول نغير الروتين شوية لكن ما نحقدش على الروتين ما نزعلش من الروتين روتين حياتنا لان هو ده اللي بيخلي حياتنا ماشية والعجلة ماشية ما تزعلوش وما تتضيقوش لو الايام شبه بعضها ما هي الايام اللازم تبقى شبه بعضها احنا بل لازم نخطط ان احنا نضيف نشاط جديد او ان احنا نحط حاجة جديدة انا مش هصور تاني النهاردة لان فعلا فعلا انا تعبانة ومرهقة جدا جدا لاني ما نمتش كويس خالص خالص يعني اعذروني بس تصدقوني ما فيش حاجة غريبة في اليوم ما فيش حاجة غير ان انا هعمل شوية تنظيف خفيف وحشوف اعمل ايه اكل للولد ما يعمل ليش ري اكشن ولا حساسية ولا فلايرنج واستمتاعوا بيومكم انا شخصيا هحاول هحاول ان انا استمتاع بيوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة